بئس ما قلت بئس ما قلت والله ما علمنا عنه إلا خيرا فقال ما فعلك عبد المالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه تمام يعني إيش يعني ما لعذر يا رسول الله ترى جلس لرغبته فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا طيب يا جماعة الخير الآن من حيث حقيقة الواقع أيهما أقرب للصواب من حيث حقيقة واقع كعب المالك في هذا الغزوة أيهما أقرب للصواب الأول صاح أو لا لأنه هو كعب المالك هو نفسه يقول يقول أنا ما كنت كويس هو بس تسويف وأنه قال أنا ترملت إلى الثمرات وأنا إليها أصعب طيب أيهما أصوب في تصرفه معاذ بن جبل مين اللي أقرب للواقع هذا كلمة بني سلم مين الأصوب في تصرفه معاذ بن جبل هذا المنهج شفت هذا هذا المنهج الذي فعله معاذ هو المنهج سلام إيش هو المنهج إحسان الظن بناء على إيش أيوة أيوة ما علمنا عنه إلا خيرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن رجل قد عرف منه النفاق أو عرف عنه التخلف عن مواطن نصرة الدين وإنما سأل عن رجل لم يعهد عنه إلا الخير الآن لما تخلف كعب المالك رضي الله عنه في هذه الغزوة منطقيا كذا بالحسابات العادية هم ما شافوا الآن هو متخلف بس هم الآن وهم في تبوك منطقيا ترى صعب أنه يكون في عذر منطقيا صعب أنه يكون في عذر لكعب بن مالك لأنه غالبا لو في عذر يكون معروف يوم توهم شايفينه كعب بن مالك معهم بنشاطه وقوته ويعرف حاله واموره تمام فيعني الرجل المبني سليم هذا الذي قال عنه أنه حبسه برداه النظر في عطفيه ترى يعني ممكن مو أنه مو بالضرورة أنه مثلا يكون حاسد لكعب بن مالك ولي يريد إسقاطه أو لا لا يعني ممكن ترى أنه طبيعي يعني إحنا رايحين وهو بخير وعافية واموره تمام وما في شي فليش ما جاء خلص أكيد جالس كمت الفكرة بغض النظر بس هي الفكرة الآن هذا تصر أو يعني أتى بالنتيجة المتوقعة صح أو لا ومع ذلك الذي فعله معاذ بن جبل العالم الفقيه هو الموقف الصحيح شوف ترى ما تجي تمتن بحسن الظن في إخوانك في مواطن ما في هريبة أصلا ما سويت شي ترك ما سويت شي نحسن الظن بفلان يعني نحسن الظن بفلان أحيانا أنت أصلا أنت ماشي صح أنت ماشي صح فمثلا تجي قضية ما هي ريبة ولا تهمة ولا شي قضية مثلا فيها اختلاف علمي مثلا واحد لجهله يخلي هذه النقطة فيها خلاف علمي خليها أصلا هي عبارة عن سيئة ولكن نحسن الظن لعله لا يعرف المسألة لعله لا تحسن الظن هذا مو مكان حسن الظن أصلا هذا ما هو مكان تتبرع فيه بحسن الظن أصلا حسن الظن لما تجي الريبة حسن الظن لما تجي الريبة لما يجي الشيء اللي فيه تهمة وفيه ريبة وفيه إشكال هناك تحسن الظن والله هناك تحسن الظن نعم هذا جاء عند الريبة الآن تخلف كعب المالك ما أحد رأى لا مريض ولا عنده مشكلة ولا أنه فقير ولا أنه كذا ولا ذكر شيئا ولا ترك خبر عند أحد أنه يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنا عندي عذر ولا في أي شيء مكان تهمه ولا مكان تهمه مكان تهمه لكن التصرف الصحيح هو الذي فعله معاذ بن جبل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأنكر على ذاك الرجل قال بئس ما قلت والله ما علمنا عنه إلا خيرا شوف ما علمنا عنه إلا خيرا هذه أهم قاعدة في إحسان الظن بين المسلمين اللي هي إيش لا تحاكم الإنسان على حادثة واحد انظر إلى سجله التاريخي انظر إلى مجموع حاله عيب تنظر إلى حادثة وعيب ما يصير غلط غلط انظر إلى مجموع حال الإنسان انظر إلى مجموع الحال إيش مجموع حاله من أهل الدين العبادة الصلاح نصرة الدين العمل للإسلام التضحية البذل جاءت حادثة مشتبهة فيها إشكال إياك أن تحملها على محمل سيء طيب هذا واحد اثنين راحة الإشكال راحة التهمة صار حقيق ثبت عليه أنه أخطأ خطأ معين بدون إصرار واستمرار واستهدار لكن خطأ خطأ ذنب هنا ترى أيضا مبدأ الحكم بمجموع الحال هو مبدأ شرعي أيضا نعم حديث وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر هو خاص بأهل بدر لكن ترى أساس المعنى يمكن أن أساس المعنى اللي هي معنى مقابلة الحسنة العظيمة أو عدم نسيان الحسنة العظيمة في مقابل بعض الزلات التي قد تحدث والكلام كثير ترجمة نانسي قنقر